اشتركوا في القناة اه حلقات الجودة بس قبل يمكن ما نتكلم عن حلقات الجودة في جزء صغير كده عايزين ناخده مع بعض او نبقى فاهمينه عن مادة مراقبة الجودة يمكن العالم الحديث دلوقتي اتجه ان انا يمكن كان تعرفي الاول ان الجودة ان الجودة ده معناه او في قسم او في مهنة طباعة وسبغة تجهيز المنسوجات ان انا بشوف قطعة واقول والله داعبها كزا فا والله لا دا نستبعده او لا دا فيها مشكلة كزا فابدأ استبعدها العالم الحديث والتكنولوجيا الحديثة والصناعة الحديثة والتطور التكنولوجيا اللي موجود دلوقتي ما بقاش يقول الكلام ده بقى بيقول ان كل فرد من افراد المنظومة اللي بتشتغل مسئول مسئولية كاملة عن الجودة يعني دا معناه ايه؟ يعني دا مش معناه ان الراجل بتاع الجودة اللي هو بيقعد يقول والله القطعة دي قويسة او القطعة دي مش مظبوطة او القطعة دي طبعت صح او القطعة دي تسبغت صح او كده دا هو دا الراجل الجينيس وهو دا اللي بيقول اه دا حلو دا وحش ودا اللي تقليبا كل الناس اللي بتشغل في انتاج بتقرأه وتبقى مدايقة منه عشان بيقعد يقول لهم لا والله دا عيب عندكم دا وفي مشكلة وده كزا لا ما بقاش هو دا المسئول بقى كل فرد من افراد المنظومة مسئول عن الجودة ازاي الكلام دا؟ انا يمكن هقول بس لحضراتكم قصة بسيطة كده عشان نبقى فاهمين واحنا بنتكلم عن مراقبة الجودة الموضوع بالنسبة لنا ما يبقى الصعب او يبقى فيه مشكلة ويمكن فيه كثيرا من حضراتكم سواء صوبيان او بنات بيبقى بالنسبة له مادة مراقبة الجودة دي مادة تقيلة وصعب ان انا افهمها ومع انها مادة بسيطة جدا وسهلة لو فهمنا الموضوع بتاعها والقصة بتاعتها في الجودة الحديثة بقى كل فرد من افراد المنظومة مسئول عن الجودة ازاي الكلام دا؟ يعني مثلا الراجل المسئول عن الامن اللي واقف على امن مثلا المنشأة الصناعية ده مسئول عن الجودة ازاي؟ هو ده بينتج ولا بيطلع الانتاج؟ اه طبعا ده مهم جدا يعني لو نفترض ان الراجل ده هو وهو بيدخل الناس او بيعمل الناس ابتدأ يدايقهم او يعملهم مشاكل او 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 ده هيخلي الفني وهو داخل بيشتغل مش هشتغل بشكل جيد طيب لو نفترض ان الراجل بتاع الامن ده محماش الناس اللي شغالة موجودة جوة المنشأة الصناعية ده معناه ان الراجل اللي بيبقى شغال اه في الانتاج مش هيبقى مطمن وهو شغال ان الخامات بتاعته مش هاتا ممكن تسرق او الخامات بتاعته تبقى مش موجودة او مش او مش مطمن علي امنه الشخصي لكن مدام في امن وقف فى بيبقى هو دايما الى حد ما مطمن علي امنه الشخصي وهو شغال داخل المنشأة الصناعية ده مش بس كده حتى الناس بتوع الامن الصناعي مسلا الامن الصناعي دول بيأمنه دايما بيحافظ ان مسلا مايبقاش فيه حاجة مسلا حد بjedخم جنiga بالجنب فيه مسلا تانك بتاع بنزين او تانك كزا او تانك مسلا قبل الاشتعال ده مهم اه طبعا ده هيفرق معاه في الجودة اه طبعا هيفرق معاه في الجودة هيفرق معاه في الشغل بتاع الجودة اه طبعا لانه هيأثر على الجودة وجودة الفني هو شغال داخل المنشأة بتاعته او المنشأة الصناعية بتاعته فكل دي حاجات بتفرق معايا في الجودة كمان الفرض بقى اللي بينتج ازاي يبقى مسؤول عن الجودة ده هو اللي بينتج ازاي يبقى مسؤول عن الجودة? اه لا ده مسؤول ما عن الجودة. لانه هو شغال. لو راعة المعايير الدقيقة اللي محتطاله وهو شغال في العملية الانتاجية. وراعة كل جزء من الاجزاء اللي هو بيعملها. وابتدى يبص على الشغل بتاعه. وابتدى يراجع المعايير بتاعته ويراجع المواد وكميات المواد بتاعته. ده كده بقى هو بيعمل جودة بدون ما يحس. يعني بيأثر فيه الجودة بتاعته بدون ما يشتغل. وبدون ما يحس وهو شغال. فعشان كده آآ بقى كل فرض من افراد المنظومة حتى الراجل اللي بيعمل حسابات. اللي بعين على الموضوع خالص. لو حسب الكميات بتاعت المواد مزبوط. وحسب لك الحاجة بتاعتك مزبوطة. وحسب آآ الاسعار بتاعتها مزبوطة. واختار اقفى الموردين بقى اقل الاسعار. وفر لك فيه كميات فالكميات ده تبدأ تتصرف فيه المواد بتاعتك تبقى موجودة بشكل جيد ووفر لك مواد خام. مش رخيصة بس لا ده مواد خام تبقى رخيصة وفي نفس الوقت الجودة بتاعتها عالية فتقدر تشتغل فتديك نتيجة احسن فتطلع اخطاء اقل فيبقى النتيجة بتاعتك موجودة بشكل افضل. كل ده بقى مسؤول عن الجودة او كل ده بقى مسؤول عن الجودة. عشان كده في الجودة الحديثة او المفهوم الشامل لادارة الجودة بيقول لك ايه? كل فرض من افراد المنزمة اه المنزومة او المنشأة الصناعية اللي موجودة هو مسؤول مسؤولية كاملة عن الجودة. بس فين? جزئية بتاعته. يعني فيه جودة في الامن الصناعي او فيه جودة في الامن الصناعي. فيه جودة في الامن اللي هو الحماية بتاعت الشغل او موجود فيه جودة في امن الشغل. حتى ويمكن ده بنشوفه في اه بقى اينا نشوفه دلوقتي في المستشفيات او في غالبية المستشفيات بيبقى فيه قسم للجودة داخل اي منشأة صحية كمان. عشان تأكد من المواد وتأكد من الكميات وتأكد من الدكاترة ان هم لابسين السيفتي بتاعهم والحاجة بتاعتهم كل ده هيأثر على جودة تمريض او جودة الخدمة اللي بتقدم الخدمة الصحية اه بيأثر في جودة الخدمة الصحية. فعشان كده الجودة دلوقتي بقى بمفهومة الشامل كل الافراد اللي موجودين في اي منظومة او اي منشأة سواء كانت صناعية او صحية او تعليمية كل فرض منها مسئول مسئولية كاملة عن تحقيق الجودة ووصول بهذه المنشأة لافضل خدمة ممكنة باقل سع ممكن. عشان كده طب انت ليه بتقول القصة ده هيت وبتقولها ليه في الاول مع اني ده ملوش اي علاقة بالدرس او الدروس اللي احنا هناخدها. لا بالعكس ده ليه علاقة وعلاقة كبيرة جدا. لاني هنبدأ بقى ناخد بعض المفاهيم وبعض الحاجات اللي التجهوا ليها عشان يعمقوا مفهوم اني كل فرض من افراد المنشأة مسئول عن الجودة. ابتدى نخش بقى بعض المفاهيم وبعض الاساليب خلينا نقول بشكل افضل يعني بعض الاساليب اللي بتتتبعها بعض المنشأات الصناعية او مفروض انها تتبعها كل المنشأات الصناعية عشان تبقى في منزومة الجودة بتاعتها او تأثر في منزومة الجودة بتاعتها. نروح بقى مع بعض ليه اول حاجة مع بعض نشوف مع بعض ايه هي الشغل بقى بتاعنا واول درس من الدروس اللي عندنا وهي حلقات الجودة. نبص مع بعض. حلقات الجودة نشوف كده التعريف بتاعها من فضلكم. تعريف حلقات الجودة. هي مجموعة صغيرة من العمال تتراوح ما بين اربعة الى عشر عمال يعملون في مكان واحد اختياريا وذلك لتقضية انشطة الرقابة داخل مكان عملهم ويدير اعمال حل حقا مشرف او ملاحظ هؤلاء العمال وذلك باساليب حل المشكلات. وعندنا اسلوبين لحل المشكلات وهنتكلم عن كل اسلوب فيهم باستفادة. سواء عجل في تطوير الجودة او الاساليب الفنية السبعة في حل المشكلات. لكن اه خلينا نقف عند اه تعريف حلقات الجودة. مجموعة صغيرة من العمال تتراوح ما بين اربعة الى عشر عمال يعملون في مكان واحد اختياريا. نخلي بالنا من مقطة دهية بتاعت اختياريا. يعني هما بيشتغلوا بشكل اختياري يعني بشكل تطوعي. مش ملزمين. ما يقدرش اقول ان هما لو انتم يا جماعة ما اشتغلتوش في الكلام ده. لا. لازم اللي يشتغل في القصة دهية او في حلقات الجودة دهية. لازم بيبقى شكل اختياري. طيب بيعملوا ايه? رقابة داخل مكان عملهم. يجي حد يقول لي يعني ايه دولت? يعني هما دولت بقى اللي هما هيعدوا يبصوا ويرأ. لا هما بيرأبوا العملية الانتاجية. على فكرة نخلي بالنا من حاجة مهمة. المراقب بتاع الجودة هو مش حد جاي ضدك. بل بالعكس. مراقب الجودة هو جاي حد معاك. كنت مسلا راجب تشتغل في الانتاج. مراقب الجودة ده معاك مش ضدك. يعني ايه معاك? يعني هو بيقول لك على الاخطاء اللي موجودة عشان تبدأ تعالجها. تمام. يبقى هما مجموعة صغيرة من عمال بين اربع العشر عمال بيعملوا في مكان واحد اختياري بيقدوا نشاط الرقابة داخل المكان عملهم ويدير اعمال الحلقة مشرف اسمه مشرف عليهم او مشرف الجودة. وملاحظ هؤلاء العمال وبذلك اسباب حل المشكلات. يعني هم ما بيشتغلوش كده بمزاجهم او بيبصوا كده لأ. عندهم بقى حل المشكلات. عجل الدايمينج والاساليبي الفنية السبعة في حل المشكلات. نشوف بقى. تحبوا نبدأ بيه نشوف عجل الدايمينج نبدأ بعجل الدايمينج. في حلقات الجودة. خطط نفذ افحص حسن. وده مهم اوي. خلينا مع بعض كده. يعني ايه خطط نفذ افحص حسن. ما ينفعش وحنا بنتشتغل في حلقات الجودة. ان انا اشتغل بمزاجي. لازم عندي اسلوب معين عشان ابدأ احل فيه. او احل بيه اي مشكلة. وما ينفعش ان انا انزل اشتغل كده. لازم اول خطوة في حلقات الجودة ان انا خطط. انا عندي مثلا. انا عندي قسم اطباعة وعندي قسم زباغة وعندي قسم تجهيز. التلات اقسام دولار موجودين جوه المنشأة الصناعية بتاعتي. طيب. ابدأ بقاني فيهم. مش عايزة. طيب ابدأ بيهم كلهم? لا. طيب اه اشتغل ازاي يعني? نيجي لعجل الدايمونج. عجل الدايمونج قول لك ايه? خطة الاول. يعني اقعد خط خطة. تمام? هو القماش اول ما بيبدأ بيبدأ منين? منين? ايوة من عند السباغة. هو القماش اول ما بيجي بالسباغة? لا. ما هو السباغة دي فيها مراحل قبلها. ايه هي? مرحلة التحضيرات الاولية. بحضر القماشة واعملها عملية تحضيرات اولية اول ما بيجي من النسيج. ابدأ ابص عليه من اه? ايه? ابص عليه من اهن? من نسيج. اه. يبقى هبدأ من اين? من عند النسيج. يبقى مش هبدأ كمان من عند السباغة ده انا هبدأ من عند عملية النسيج. القماش بيجي لي من عند عملية النسيج. ابدأ افحصه. واشوف ايه العيوب اللي فيه. طب لو لقيته مليان عيوب. عيوب مسلا من النسيج. لأ. ارجعه للنسيج تاني واستبعده. طب لو انا استبعدته من المرحلة ده هي تيبقى ده معناه ايه? ان انا وفرت بقى مرحلة السباقة ومرحلة الطباعة ومرحلة مرحلة الجهيز. ما كل دي مواد بتشتغل واستهلاكات وعمال وكهرباء ومية كل الحاجات دي بتشتغل. فاقول له لا والله القماش ده احنا نستبعده احنا مش عايزين نشتغل به. طيب لقيت القماش ده وانا بفحصه مقبول نسيجيا يعني تمام وزي الفل والنسيج بتاعه طالع تمام وزي اه ابدأ بقى اتابع في ها هشوف فراحل التحضيرات الاولية ابدأ اشوف المواد اللي بتستخدم فيه في المواد التحضيرات الاولية وابدأ ابص عليه واشوف ايه المشاكل اللي بمكن تقابلها المية اللي بتستخدم عسرة ولا ياسرة المواد اللي بتستخدم كمياتها قد ايه بتشتغل قد ايه اه 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 يبقى انا كده ده اسمه ايه تخطيط تمام يبقى انا كده خططت انا هشتغل ازاي وهبدأ منين وهبدأ اشتغل مع مين? وده هيشتغل فين? وده هيشتغل فين? وده هيبدأ مع مين? وده هيبدأ مع مين? بحيس ان انا امشي الدايرة كلها بتاعة القماش عندي. طيب. حلو. بعد ما خططت. خلاص. دي الخطة بتاعتي. ده ونزلوا بقى اشتغلوا ونفزوا. هذا الكلام على الارض. عدى انا فزه زي? يعني ابدأ بقى الناس تروح للفحص. انا شايف مسلا ان عندي اه فلان ده شاطر في الفحص. اوديه للفحص يفحص. او يرائب او يراقب عملية الفحص هو مش هيفحص بنفسه. هو هيراقب عملية الفحص. تمام? فلان ده شاطر فيه موضوع العملية التحضيرات الاولية. يبقى انا ابدأ اوديه يراقب عملية التحضيرات الاولية. واحد تاني في السباغ. ابدأ اقسم الناس عندي واقول ده هيروح ده حلقات هي دي الحلقات بتاعة الجودة. اسمها حلقة. يعني ايه? متصلة ببعضيها. مش منفصلة. كل جزء مرتبط بالجزء اللي بعده. تمام? حلو. يبقى انا كده خطط وبعد كده نفست ونزلت الناس تبدأ تشوف. الناس فحصت. لقت مشكلات. تمام? اما لقت مشكلات اعمل ايه بقى? ابدأ احسن. احسن ايه? انا اكيد فيه في التخطيط عندي حاجات وقعت. يعني وهم بيفحصوا مسلا وانا اه بعد ما نزلت الناس عشان تنفس الشغل بتاعي لقيت اني جزء بتاع السباغة ده في ناس او الجزء ده واقع وبيطالع منه اه عدت من تحت الراجل بتاع اللي هو مفروض يراقب الجودة ده مشاكل كتير. يبقى انا اعمل ايه? لا انا يبقى الراجل ده مش قد المكان اللي انا وديته فيه. يبقى انا ممكن اخده ووديه في حتة تانية واجيب حد مكانه يراقب الجودة كده. او اه لقيت ان السباغة اساسا وهو الراجل بيزبخ لقيتني فيها مشاكل كتيرة. يبقى انا اعمل ايه? يبقى انا ابدأ اروح بقى للناس او المسؤول عن السبغة او المسؤول عن آآ القسمة على السباغة اقول له والله انت عندك مشاكل واحد اتنين تلاتة. فيبدأ هو يحسن الشغل بتاعه فيبدأ النتائج بتاعتي تبقى احسن. فيبقى هنا عجل خدت اسلوب حل المشكلات باربع طرق اساسية. اول حاجة التخطيط خططت انا هشتغل ازاي? وبعد كده انزلت انفز هذا التخطيط وبعد كده وانا بنفز هذا التخطيط ابتديت بقى افحص الشغل اللي عندي وافحص الحاجة اللي عندي والنتائج اللي انا توصلت لها لقيت فيه مشاكل او اخطاء ابدأ اعمل عملية تحسين. طب التحسين ده بيتم ازاي? آه هي العجلة بتاع ايه العجلة بتاع او دايرة بتاع دايمينج ايه? التحسين ده هيتم ازاي? هيتم عشوائي كده? لأ. اعمل ايه? خطة ليه. اسمها خطة التحسين. وبعدين اروح انافزها. وبعد ما انافزها ابدأ افحص. ها? طلع مشاكل اه اه طلعت مشاكل بس اقل من المرة التانية. يبقى اعمل ايه? تحسين. والتحسين اعمل ايه? خطة. والخطة انافز. والنفز افحص. وبعد كده وهكذا وهكذا وهكذا. ايه يا دي الفكرة المبسطة بتاعة عجلة دايمينج? يبقى عجلة دايمينج? فيه اساليب حل المشكلات ويمكن كسير من الصناع وكسير من الناس اللي بتشتغل في العملية دايمينج لسبب لانها بسيطة وسهلة الفهم وسهلة التنفيذ على ارض الواقع. نيجي لنقطة تانية وهي الادوات السبعة لضبط الجودة. عندي مخطط يمكن مش هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل لكن هنقول برضو جزء منهم لاني هنتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل. عندي مخطط اه السبب والنتيجة. واللي بيقولوا عليه في الصناعة اللي هو مخطط السمكة. وده بيبقى بيبقى عندي المشكلة وبيبقى عندها عدة اسباب. وابدأ اشوف ايه اقرب الاسباب اللي اتحقق المشكلة دي لانه ممكن يبقى سبب بعيد خالص عن السبب اه والاسباب اللي واضحة قدامي. ده اسمه مخطط السبب والنتيجة وبعد كده عندي قوائم الاختيار ده انا بحط المشاكل وابدأ اشوف اختار منها ايه اللي اقدر احققه دلوقتي وبعد كده احقق اعدل بعد كده. واشوف ايه اللي قابل على التحقيق على ارض الواقع. يعني بشوف الاسهل ثم الاصعب ثم الاصعب لحد ما اوصل ليه اصعب مشكلة. او باشتغل بطريقة اه تمانين عشرين. ودي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل. وعندي خرائط المرأبة بيبقى خريطة للمرأبة بتاعتي دي بيتطلع لي منحنة زي اللي حضراتكم شايفينه كده. المنحنة ده هو اللي بيحدد او درج التكراري او مخطط بريتو او المخطط المتبعصر او خرائط التضفق وانتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل في وقتها. نيجي بقى نشوف ايه هي فلسفة ومبادئ حلقات الجودة. اول حاجة يعني ايه فلسفة ومبادئ حلقات الجودة? يعني حلقات الجودة دي لما الناس جاءت تفكر فيها وقالت انها تطبقها قلت لك لا لازم تطبق بطرق معينة هي دي الافضل والابسط والاحسن عشان نحقق هذه الحلقات او نقدر نوصل بهذه الحلقات الى افضل جو ممكن او افضل نتيجة ممكن. يمكن اول آآ مبدأ من مبادئ حلقات الجودة ان العمل فيه بقى تطوعي او اختياري. يعني ما ينفعش ان انا اجبر حد ان هو يشتغل فيه الجودة. لا لازم يبقى الناس متطوعين او اختياريا منهم. ما ينفعش ان حد اجيبه اقول له لا والله انت لازم تشتغل فيه الموضوع ده غزبا عنك. لا. لازم يبقى العمال لان ده هيبقى عمل يمكن يبقى فوق عمله كمان. فلازم يبقى العمل فيه تطوعي او اختياري. كمان ان يكون برنامج حلقات الجودة ضمن خطة لتطبيق ادارة الجودة آآ بالمنشأة. يعني حلقات الجودة دي ما ينفعش تبقى حاجة منفصلة. او هي مش برنامج على بعضه. لا هي تخش ضمن برنامج تطبيق ادارة الجودة الشاملة بالمنشأة. اللي هو جزء اللي انا كلمتوكو عليه في القصة اللي احنا حكناها في الاول ان اي فرض من افراد المنشأة هو مسؤول مسئولية كاملة عن عملية الجودة. فده اسمه ايه خط التطبيق ادارة الجودة الشاملة يعني لازم ما ينفعش يبقى فيه حلقات جودة من غير ما يبقى عندي خطة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة بالمنشأة. ليه? لان حلقات الجودة جزء ما لا يتجزأ من البرنامج بتاع ادارة الجودة الشاملة. وليست وده يخلي بالنا عشان فيه كتير مننا بيقع في الحتة داية. حلقات الجودة مش جزء الواحده. لا. حلقات الجودة جزء من خطة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة بالمنشأة. كمان ان يكون نشاط طلقة الحلقات مستمرا او مستقرا لانه يختصر التطوير والتقلب على المشكلات داخل مكان العمل. يعني ما ينفعش مسلا اقول والله انا الشهر ده هنحط فلان وفلان وفلان ونيجي الشهر اللي بعده لا والله احنا هناخد دول وهنغير ونجيب ناس تانية. والشهر اللي بعده لا والله دول هنخطأ. لا. لازم يبقى دايما حلقات الجودة دي مستقرة ومستمرة. يعني ما ينفعش اطبقها اسبوع او اسبوع لا. وفي نفس الوقت الناس اللي انا باخدهم هنا لازم يبقوا مستمرين الى فترات طويلة ما يعودوش يبقى يتنقلوا. ليه? لان دول هيبقوا بيرقبوا مشكلة اه او مشكلات داخل العمل. واحيانا المشكلات بتبقى متجذرة. يعني ايه متجذرة? يعني ليها جزور اه فليجي جديد مش هيبقى عارف ايه اصول هزيه المشكلة. وبما ان اللي جياي جديد مش هيبقى عارف ايه اصول المشكلة هيبدأ من اوله جديد ويبدأ يحل من اوله جديد فهتبقى مشكلة بالنسبة له. فعشان كده اني بينقول اني في نشاط تلقى الحلقات مستمر ومستقر لانه بيختص بالتطوير والتقلب في المشكلات داخل مكان العمل. كمان النشاط يحتمر يحترم انسانية العامل ويحقق مناخ العمل الجايد ويعطي العامل حرية التفكير والابداع. ودي يمكن نقطة مهمة جدا جدا لما بنيجي نتكلم عنها لاني يمكن النقطة دي بالذات انا عندي ليها اه تفسير ويمكن تفسير عملي كمان من صناعة وابعض يعني اصحاب الاعمال والكلام ده كان بيتكلم في النقطة ده هي ويتكلم فيها باستفادة قوي. لازم وانا بطبق حلقات الجودة لازم احترم انسانية العامل واحقق لي العامل مناخ جيد يقدر يبقى فيه حر ويفكر ويبدأ. ودي حتة مهمة جدا يمكن لازم حضراتكم تاخدوا منها سواء حضرتك بعد كده بقت رائد اعمال يعني صاحب عمل او كنت بتشتغل فيه مكان آآ لازم مهمة اوي. او بقت مشرف في مكان لانك عشان تحقق الموضوع ده لازم تبقى مشرف او صاحب عمل. الحتة دي لازم تاخد بالك منها قوي انك انت لازم تحقق للناس اللي بتشتغل معاك المناخ الجيد عشان يدوك نتيجة عمل جيدة. ليه? لانك انت لو كبتت على العامل آآ ويه آآ يعني ضغط عليه وعملت مناخ مش جيد هيشتغل على فكرة. ويمكن يديك النتيجة اللي انت عايزة. بس ما يقدرش يديك احسن ما عنده الا ما يكون متوفروا المناخ الجيد. لانك انا ممكن اقول لك اعمل لي مثلا في الطباعة نقول لك اعمل لي خمسين قطع في اليوم. واضغط عليك وبقى بجزيكه فاتطلق للخمسين قطع في اليوم. لكن لو انا اديتك حرية طبعا حرية محدودة او حرية مشروطة الحرية مش مطلقة ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة. الحرية لازم دايما تبقى مشروطة. ولكن لما اديك حرية في التفكير والابداع ممكن بدل ما تعمل لي خمسين قطع في اليوم آآ ممكن تعمل لي مية وخمسين. ليه? لانك انت اديتك حرية في التفكير والابداع بحدود. فبتدت تطلع لي شغل وخلت لك ووفرت لك المناخ الجيد للعمل واحترمت انسانيتك فانت تطلع لي اكتر من لنا كمان طلبه. فعشان كده منقول ان احترام انسانية العامل وتوفير مناخ جيد واعطاء الحرية ليه في التفكير والابداع بيحقق لي الجودة بشكل عالي جدا او من المبادئ والاسيات لفلسفة حلقات الجودة. ما ينفعش ان انا ما احترمش انسانية العامل. طب ده هيفرق معايا في حلقة الجودة في ايه? لما هنيجي نتكلم عن حلقة الجودة ونتكلم عن المواقشات اللي بتتم داخل حلقة الجودة ما ينفعش يبقى المشرف او اللي بيدير حلقات الجودة محجر على اراء الاخرين لان ممكن يبقى بعض الناس عندهم بعض الاراء حتى لو بسيطة تحللك مشكلة كبيرة جدا وانت لو انت بتحجر على رأيه او حريته في الكلام او في في التفسير المشكلة او الكلام ده هو ما يتحقق لكش النتيجة دي وبالسرعة دي. يعني انت ممكن تحل المشكلة بس تحلها بوقت اطور. لكن ممكن لو حد تاني لاني الناس بتسمع لبعضيها وهنتكلم على الناس بتسمع لبعضيها فيه حلقات الجودة ازاي? اه فحد يطلع بحل ياخد وقت اقل ويحل المشكلة بشكل اسرع. فيبقى انا كده استفدت من الحل بتاع الشخص ده. هنا يجي احترام الانسانية واه اه اعطاء حرية للتفكير والابداع وتوفير مناخ للعمل في حلقات الجودة. نيجي لنقطة مهمة بقى وهي مميزات تطبيق وانشطة حلقات الجودة. اول حاجة تقوية روح التعاون بين الافراد ووضع اهداف محددة لهذا التعاون. يعني انا ما ينفعش اقول والله طب احنا هنشتغل بقى حلقات الجودة النهاردة مع بعض فالناس تيجي وتقعد ونقعد مع بعض كده. لا لازم يبقى عندي اهداف محددة اه هنعمل حلقات الجودة دي ليه? ايه الهدف منها? ايه الاهداف بتاعت الحلقات ده ايه? عشان وانا شغال اقول والله انا حققت الهدف ده. حققت الهدف ده. هققت الهدف ده. لدرجة اني وجود اهداف محددة من مميزات حلقات الجودة. يعني من المميزات المهمة في حلقات الجودة هو وجود اهداف ايه محددة. كمان التعاون ما بين افراد الحلقات الجودة. يمكن التعاون واللي بيحصل ما بين القائمين على العمل في حلقات الجودة من اهم مميزات هذه الحلقات. الحلقات ده هي بتعمل حلقة من التعاون ما بين كل الافراد اللي المشاركين في حلقات الجودة. وكمان ودي بقى حتة مهمة اوي برضو من مميزات حلقات الجودة انها بتتبادل المعرفة والخبرات ما بين الافراد. يعني الافراد اللي موجودين يعني انا مسلا حد ويمكن ده موضوع حد في في شغل الجودة او في القصة ده هيت وكان الموضوع بالنسبة لي ملفت جدا للانتباه. اني اه لو انا دلوقتي قاعد في حلقة جودة وانا عندي خبرة عشر سنين. وفلان عنده خبرة خمستاشر سنة. وفلان عنده خبرة تلاتين سنة. وفلان عنده خبرة خمسين سنة. هنبص نلاقي ان احنا واحنا عادين كده. في خبرات موجودة في المكان تصل الى مية عام. يعني انا جوه المكان بقى عندي بالرغم ان انا عندي خبرة عشر سنين. لكن بقى جوه القاعدة او الحلقة اللي احنا عملنا ده هي في مئة عام من الخبرات. ليه? العشرة بتوعي على الخمستاشر على العشرين على الخمسة وعشرين على الخمسين بقى فيه مية عام من الخبرات. طب المية عام دولة لو انا خدت خبرة ده بقى يعني الخبرة اللي موجودة عندي اللي هما الخمسة وتمانين اللي او التسعين اللي مش موجودين عندي خدتهم من ده ومن ده ومن ده ومن ده بقى انا عندي خبرة كام? مية. وفلان اللي كان عنده خمستاشر خد من ده ومن ده بقى مية. واللي كان عنده خمسين نخد الخمستاشر من هنا والعشر من هنا بقى مية. فبقى كل واحد فينا عنده خبرات مائة عام. جمعنا اللي ما نقدرش نجمعه في مائة عام. فعشان كده منقول ان تساعد ويه او اه مميزات حلقات الجودة انها بتساعد على تبادل المعرفة ويه الخبرات ما بين الافراد. كمان بتقوي العلاقة ما بين الادارة والعمال. طب ليه بتقوي العلاقة ما بين الادارة والعمال او مميزاتها? انها بتقوي العلاقة ما بين الادارة والعمال. لانها اولا بتخلق ثقة ما بين العامل والادارة. وفي نفس الوقت بتحسس العامل ان هو اه او عفوا بتحسس الادارة ان العامل بيخاف على الشغل بتاعه والانتاج بتاعه. فده بيخلق ثقة من الادارة في العامل. وبتحسس العامل ان الادارة بتهتم برأيه وبتهتم بانسانيته. وده بيخليه بيشتغل بشكل افضل وبيشتغل بشكل احسن. فبيحقق نتيجة بشكل افضل. كمان بتساعد في تنتوير وتنمية مستوى التفكير الفردي. ازاي? لان زي ما قلت لحضراتكم يمكن في النقطة اللي قابليها انها بتساعد على تبادل المعرفة والخبرات ما بين الافراد. اه طبعا لما باخد خبرات غيري ده بيعمل ايه? بيطور وينمي مستوى تفكيري الفردي. يعني بيطور وينمي مستوى تفكيري انا الشخصي. نتيجة انها اكتسبت خبرات تانية فتفكيري بيبقى احسن وبيتطور بشكل افضل. وبيخليني طبعا في حال تفكير مستمرة. ويمكن حالة التفكير المستمرة اللي بيخليني فيها دايما بيخليني دايما افكر بشكل افضل. وبناء عليه آآ بيخليني اطور من هذا التفكير وادور على حلول عشان احل هذه المشكلة. كمان اكساب العمال مهارات جديدة في التخطيط والابداء. ويمكن اكساب المهارات الجديدة دايما نتيجة ان احنا بيبقى فيه تبادل معرفة وخبرات ما بيننا. فبيدينا مهارات جديدة. وكمان ان انا ادور على حل ليه المشكلة اللي موجودة عندي ده بيخليني اكتسب مهارات اكتر ومهارات افضل في التخطيط والابداء. اسباب بقى فشل حلقات الجودة. احنا قلنا المميزات وقلنا ازاي بنخطط وقلنا ايه هو المهم فيها نيجي بقى للحاجات اللي ممكن تزعى عنها. ايه هو الحاجات اللي ممكن تزعى عنها? اسباب فشل حلقات الجودة. اول سبب عدم فهم العاملين لفكرة اسلوب الحلقات. احيانا والناس اللي بتبقى منضمة جديدة لحلقات الجودة او اللي ما بقاش عندها ضراية كاملة بيه حلقات الجودة. بيبقى مش فاهمين فكرة اسلوب الحلقات. يعني ايه? يعني بيعتبر اني لو رأيه ما تنفس ده معناه اني هم كده ضده ومش عايزين ينفزوا رأيه فده معناه ان انا ما بقاش ليا لازمة او هم مضطهدين فده الكلام ده غلق. لا الكلام ده من الصح. ممكن يبقى رأيك صح بس مش في الحتة دي. او مش في الوقت ده. ممكن نستخدمه بعدين. ممكن يبقى في رأي رأيك صح بس ممكن يبقى في رأيه اصح منه. فعشان كده اه لا لازم نسمع اراء بعض. فممكن يبقى اه بعض العاملين مش فاهم الكلام ده? او بعض العاملين مش فاهم مسلا طريقة ان انا لازم اخطط ونفذ وافحص وبعد كده انزل حسن. او مش فاهمين انه اه اسلوب المناقشة والحوار هو اللي بيقدي. او ما بيدوروش على انهم يكتسبوا مهارات جديدة. كل ده من عدم فهم العاملين لفكرة اسلوب حلقات الجودة. وده يعمل ايه في علاقات الجودة? فشل. مش معنى انك انت اه قلت رأيك ده معناه اني او الحد مسلا ان نفزنا رأيه ده معناه ان هو رأيه الاصح. او رأيه ممكن يبقى صح في الوقت ده. اه او مش ده معناه ان هو الليدر. لا مش شرط. فعشان او هو القائد يعني. اه فلازم يبقى العاملين فاهمين اسلوب اه حلقات الجودة. او عدم اهتمام الادارة بنتيجة عمل الحلقات. يعني ما ينفعش ان انا بعمل حلقات جودة ويباجي على وقتي الشخصي ممكن واعمل مجهود زيادة عني وبعد كده اه الادارة ملقاش مهتمة بالنتيجة اللي احنا طلعناها. بقول لك لا والله الفكر الكلام اللي انت قلتوه ده مش مش مهم بالنزمة لنا خالص وما يفرقش معنا فكلام انتو بتقولوه ده مش بالنسبة لنا غير قابل للتنفيذ او مش مهم. او ما يسمعوش للحلقات دا. فده طبعا يخلي الحلقات الجودة دي يعني مش يخليها تفشل داخلات تتنسف. اه كمان اختيار المشكلات بعيدة عن خبرة الاعضاء. يعني احنا مسلا جبنا ناس اه يرقبوا الجودة على او يعملوا حلقات جودة في مجال السباغة والناس دي مش بتاع السباغة خالص دي الناس دي بتاع الطباعة او بتاع التجهيز. فما لهمش في موضوع السباغة او مشاكل السباغة. او جبنا ناس بتاع نسيج وهم اساسا اه والموضوع بيرقبوا حلقات على الطباعة. فهم بيشتغلوا في حاجة غير المشكلات اللي احنا بعيد عنهم خلص. فخبراتهم غير اه ماشية مع الموضوع. فيبقى اختيار مشكلات بعيدة عن خبرات الاعضاء. او مشكلة صعبة حلها. ويمكن مشكلة صعبة حلها دهية اه في بعض المخططات في الاساليب السبعة اللي احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل. بعض الاجزاء فيها بيحل موضوع التصدي المشكلاتي. يعني انا دايما ممكن كنت لسه بقولها لحضراتكم دلوقتي قلت ان احنا ممكن نختار المشكلات الاسهل نبدأ نحلها وبعد كده نروح للمشكلات الاسعب. زي ايه المشكلات الاسعب? يعني مسلا الموضوع اه اه عشان نحل مشكلة عن مشكلة ما يعني? اه عايز اه اغير مكنة تمنى مسلا سبعة مليون جنيه. فمكنة تمنى سبعة مليون جنيه عشان اغيرها طبعا صاحب منشأة صناعية عشان ياخد رقم زي ده طبعا واقوله ان احنا نغير ده? لا ده مشكلة بالنسبة له. فيبقى دي مشكلات اه صعب ان انا نحلها. لكن ممكن مسلا اقوله اغير ترس فيها اغير جزء مسلا خمسة تلاف عشرة تلاف عشتين الف اه ممكن تيجي دي. لكن اغير مكنة تمنى سبعة مليون اقوله لا والله المشكلة ديت ما تحلش غير تغيير المكنة. طب ماشي يا عم المكنة ديت التمنى كام? والله المكنة ديت التمنى سبعة مليون جديد. طبعا صاحب المنشأة يقولي لا شكرا انت كده الحلقات الجودة دي بتاعتك فشلة ما ما تعملاش يعني. فيبقى التصدي لمشكلات صعبة حلها. او عدم ملأمة وقت انعقاد الحلقات. ودي مهمة جدا 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 لانها ممكن تنسف موضوع الحلقات الجودة ده. اه ممكن اختار وقت ما ينفعش فيه ان انا اعمل حلقات الجودة. يعني انا صاحب منشأة وعندي مفروض ان انا عندي معات شحن كمان تلتة ايام. وعندي طلبية مفروض تتسلم. و اه والطلبية ديت انا مزنوق فيها جدا. وخلاص اه في كيميات كتيرة ما تعملتش وكان فيه مسلا مشكلة في الخمايات وبتدين ننفرها وبتدين تشتغل فيها. فالوقت اتأخر فانا عايز اسلم ومش هينفع وعليه غرامات تأخير وايه كل القصة دي. هل ده وقت مناسب ان انا اعمل حلقات جودة? واقول اصل المشكلة دي كانت اصلا. لا ما ينفعش. في الوقت ده ما ينفعش حلقات جودة. ده وقت عمل والناس كلها بتبقى انا محتاج لكل عامل وكل فني وكل زرة موجودة في العمال والفنيين اللي موجودين فلا. ده غير مناسب تماما لعقدة حلقات الجودة. يبقى هنلموا مع بعض كده اسباب فشل حلقات الجودة اول حاجة عدم فهم العاملين لفكرة اسلوب الحلقات. عدم اهتمام الادارة بنتيجة عمل الحلقات. اختيار مشكلات بعيدة عن خبرة الاعضاء. التصدي لمشكلات صعبة حلها. عدم ملأمة وقت انعقاد الحلقات. نيجي لجزء هام تاني. مقاومات نجاح برامج حلقات الجودة. ما احنا قلنا بقى زي ما قلنا اسباب الفشل. لازم نقدر نقول ايه هي بقى مقاومات نجاح برامج حلقات الجودة. اول حاجة يمكن يعني انا عايز اقول لكم على حاجة برضو حتة كده صغيرة يعني. يعني عشان برضو تفرق معكم في المذاكرة. اه انا ممكن اعمل اسباب الفشل اعكسها في مقاومات نجاح. يعني انا ممكن لو انا بقى نتكلم عن حفز يعني او خلينا نقول فهم. اه اخد اسباب الفشل واعكسها هتبقى مقاومات نجاح. ازاي? يعني كنا بنقول من اسباب الفشل ان الادارة ما تبقاش مقتنعة بحلقات الجودة. يبقى اسباب النجاح ايه? اقتناع الادارة العليا والاقتزامها بنجاح الفكر. تمام. اه ايه تاني? هو الادارة العليا بس? لا كمان الادارة الوسطى. الادارة الوسطى او المشرفين كمان مهمين جدا في اه نجاح الجودة. يعني المشرفين اللي موجودين لازم مهتمين بتفاصيل المشروع ومهتمين بآه البرامج بتاعة حلقات الجودة. كمان آآ من مقاومات النجاح برضو مهمة اوي. اعادة النظر في الهايكة التنظيمي بفكر الدوائر الجودة. لازم آآ اخلي بالي ان انا الدايرة اللي انا بعملها في الجودة لازم يبقى عندي فيها فكر تنظيمي او هيك التنظيمي معين بشكل ما عشان احقق اعلى جودة ممكنة وبقى قلت تكلفة. كمان معرفة العاملين بفلسفة النظام الجديد للجودة. يعني ما ينفعش عامل يبقى بيشتغل في الانتاج ومش فاهم ايه هي الفلسفة او الفكرة بتاعة نظام الجديد اللي انا بطبقه عشان احقق اعلى جودة ممكن. آآ كمان فريق الجودة وده مهم قوي. ويمكن دي قلناها بس بشكل مستطر او في صورة اخرى يعني. اما قلنا ان لازم يبقى العاملين يبقوا عندهم الخبرات الكافية في المجال اللي هما بيختاروه او المشاكل اللي هما بيتصدوا ليها. فعشان كده لازم يبقى عندي اختيار دقيق جدا لعضاء الفريق اللي انا بشتغل فيه في حلقات الجودة. ولازم اعمل لهم تدريبات بشكل مستمر. طب هتفيد ايه التدريبات? التدريبات هتفيدهم طبعا بانهم يبقوا ملمين بالفكرة العامة بالجودة. وعلى فكرة التدريبات آآ يمكن بنقول التدريبات بالذات لازم بتبقى بشكل دائم ومستمر. يعني ما ينفعش ان انا التدريبات اضرب تدريب واقف وخلاص شكرا على كده. لا بالعكس انا لازم التدريبات تبقى بشكل مستمر لان طول ما فيه تدريبات مستمرة طول ما بنا بعمل زي آآ زي ما بنعمل كده اللي هي الرفريش للجهاز او بنشط الجهاز فالتدريب الدائم بدايما بينشط العضاء الفريق. طول ما فيه تدريب طول ما فيه تطوير طول ما فيه تطوير طول ما فيه نجاح وطول ما فيه نجاح طول ما فيه تحسين. نيجي لنقطة مهمة جدا وهي انزمة التصنيع المتكامل باستخدام الحاسبات الالية ومكونات تكنولوجيا المعلومات. يعني انا عندي آآ وهي دي يمكن النقطة نرجع بس كده مع حضراتكم. آآ لما كنت بتكلم عن التكنولوجيا والتكنولوجيا الحديثة وطرق طبيق الجودة كنا بنتكلم عن عدة نقط مهمة قوي وقلنا ان الجودة او الجودة الحديثة بقت بتطبق انظمة تكنولوجية احدث وقلنا ان بقى آآ كل فرد من افراد المنظومة مسؤول عن الجودة لدرجة ان احنا قلنا اي حد موجود داخل المنشأة مسؤول عن الجودة. تخيلوا ان بقى في حاجة مهمة جدا ويمكن كثيرا مننا ما بيلحص الموضوع ده اني الانظمة التكنولوجيا الحديثة بقت بتكمان بتأثر في الجودة عندي. ازاي? آآ وانا شغال مسلا لو عندي آآ انا هضرب مثال يمكن قبل ما اتكلم عن الموضوع ده لاني موجود في آآ في في كتاب عندي انا وآآ كتير مننا لما بيجي يقرأ الجزء ده ما بيبقاش فاهم آآ ايه ربطه بجزء بتاع الجودة بالجزء اللي قبله بتاع حلقات الجودة بيبقى عايز يعرف هو انا دلوقت يا باش مهندس الماجي اربط الحاجات ده هي اربطها ازاي? او آآ بنعملها ازاي? او ايه ايه اللي جاب الجزء بتاع التكنولوجيا ده هنا ويه اللي عملوا هنا? هقول لحضرتك. انا هقوله بمثال الاول وبعد كده نرجع للتفاصيل اللي احنا يهمنا في الامتحان. آآ لو انا دلوقتي جاي بشتغل فيه صالة الانتاج. وصالة الانتاج دهيت مربوطة او الكمبيوتر بتاعها مربوط بآآ كمبيوتر عام في السيستم بتاعي اللي موجود فيه المشرفين. مش المشرف كمان بتاع الخط. لا المشرف العام او رئيس الادارة الهندسية. فمربوط بيه الكمبيوتر. فانا جيت وانا بشتغل جيت خط مسلا آآ صورة او تصميم. انا هاخد التصميم ده. هنفترض ان انا هطبع ديجتال. هطبع رسمة ديجتال. والرسمة ده هيت انا عندي آآ رسمتين او تلت رسمات نازليني في الوردر. كل اردر نازل برسمة واحد ورسمة اتنين ورسمة تلاتة. خلي بالك من المسال ده لان المسال ده مهم قوي. هيربط لك الحتة بتاعت التكنولوجيا دي وتفرق معاك في ايه. انها دلوقتي مسلا هربط بمثال واحد آآ رسمة واحد ورسمة اتنين ورسمة تلاتة. ورسمة واحد هتبعت هتطبع على اماش ابيض. رسمة اتنين هتطبع على اماش بيج. رسمة تلاتة هتطبع على اماش لبني. فجيت وانا عشان عايز اشتغل الشغل كله والانتاج بسرعة النهاردة بقى الخميس وعايز امش بسرعة والكلام ده هو فانا روح تواخد مسلا رسمة اتنين ورح تحططها على اماش لبني. طيب كمبيوتر ده مربوط بينين? بالادارة هندسية. طيب الادارة هندسية هو ايه? قاعدة شغالة اكيد الادارة هندسية مش قاعدة يعني كده. لا اه ده قاعدة بتتابع الشغل اللي عندك. فرح مسمع فين? فوق. فرح ادارة هندسية لقيتهم? رح هم متصلين على التلفون مسلا اللي موجود جوا المنشأة. فبالاتصالات على طول الاتصالات داخل ايه? ايوة الحق. لأ وقف عشان الشغل ده اول نص متر الطبعة او النص متر اللي بتبع دلوقتي ده ده مش قماش عبيد. انت ما اخدت رسمة مختلفة. فانا وقفت. انا كده عملت جودة او لا ما عملتش? اه انا كده عملت جودة. ازاي عملت جودة? عن طريق التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة اللي هو ايه? ربط الاتصالات ببعضيها. ربط المكنة بتاعتي بالمكنة اللي موجودة وحصل تليفون رح قال لي لأ نزل الشغل بتاعك ده هو او رجع الشغل بتاعك او غير الشغل ده الشغل ده مش هينفع نشتغل. يبقى. او صاحب المنشأة مسلا بعت لك وهو قاعد مسلا في لندن رح باعت التصميم موجود هناك رح باعت لك التكنولوجيا بتاعك التصميم نزل رح رايح عن التصميم دوت مربوط باللاب بتاعه فاللاب رح باعت على المكنة فقال لك التصميم ده اتبعوا لي دلوقتي على القماش لابي. يبقى التكنولوجيا هنا ربطت ولا ما ربطتش ربطت. وهو في لندن. بعت التصميم على المكنة على طول والماكنة رح طبعه على القماشة بتاعتي اللي انا بضع بي قال لك غير التصميم دلوقتي ده ودنزل التصميم ده. يبقى التكنولوجيا هنا ربطت ولا ما ربطتش ربطت. حققت لي جودة ولا حققتش? اه حققت زي حققت لي جودة? مش عملت لي وقت قليل? وقللت لي في التكلفة? وطلعت لي شغل اللي هو عايزه? يبقى حق جودة. هو ده الجودة. الجودة ان انا حقق للعميل رغباته بقى اقل تكلفة وبقى اعلى سرعة ممكنة وبقى احسن شغل او شغل ممتاز. فعشان كده بنقول انظمة التصنيع المتكامل باستخدام الحسابات الالية مكونات التكنولوجية المعلومات بتفرق معي في الاتصالات الفردية والجماعية طبعا النت والشغل بتاع النت دلوقتي والاتصالات الحديثة اللي بقت في سرعة اهلي. التكنولوجيا بتاعت الكمبيوتر استخدام التكنولوجيا بتاعت الكمبيوتر. تكنولوجيا السمعيات. اللي هو مثلا لو انا ممكن لما ما فيش تليفون فيه مثلا مايك او حاجة موجودة. فيكلمني يقولي والله يخلي بالك لأ ده يتعمل بكزا. ده انا ممكن حاليا بقى في ناس وده يمكن في تكنولوجيات حديثة دلوقتي بقى ممكن تعمل عملية جراح يعمل عملية في لندن. يعملها هنا في مصر. عن طريق تكنولوجيا السمعيات او تكنولوجيا الصورة البصرية وتكنولوجيا الانت او تكنولوجيا الاتصالة. وده يمكن هيكون اخر جزء هنتكلم فيه في الحلقة بتاعتنا النهاردة. وان شاء الله بازن الله هنشوفكم في الحلقات القادمة. واشوفكم على خير. السلام عليكم.